اهلا بكم الى موجز اخبار الان افاد مصدر محلي في محافظة نينو اليوم بان تنظيم داعش اعتبر مدينة اللعفر غرب الموصل المقر البديل لما يسمى بدواوينه الرئيسية فيما اقر بخسارته اخر معقله في مدينة الموصل وقال المصدر في حديثا للسوماريا نيوز ان تنظيم داعش اصدر منشورا مقتضبا وسط تلعفر غرب الموصل حمل مضمون بان كل دواوين ما يسمى دولة الخلافة تمارس اعمالها عبر مقرات بديلة من تلعفر وهو مؤشر اخر على انكسار التنظيم تمكنت القوات العراقية اليوم من قتل ثلاثين عصر من تنظيم داعش الارهابي حاولوا الفرار من غرب الموصل الى شمال المدينة عبر نهر دجلة وقالت خلية الاعلام الحربي العراقي في بيان ان قطاعات عمليات نينوى قتلت ثلاثين ارهابيا حاولوا الهروب من الغرب الى الشمال عبر نهر دجلة تمع دوي انفجارات في محافظة درع جراء قصف انشنته قوات الاسد على مواقع في المدينة مع اقتراب بدء تطبيق الهدنة جنوب سوريا وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان اشتباكات بين قوات نظام ومسلحين موالين لها وفصائل المعارضة اندلعت في محيط مدينة البعث وبلدة الصمدانية الغربية بالتزامن مع غرات انشنتها طائرات من وحية عدت الادارة الامريكية ان الاتفاق حول انشاء منطقة خط التصعيد في جنوب سوريا يمثل خطوة نحو تحقيق السلام في كل انحاء البلاد واكد مستشار الامن القومي الامريكي هيربيرت مكماستر ان البيت الابيض متحمس لتقدم الذي تحقق مع روسيا والاردن بشأن منطقة وقف اطلاق النار لافتا الى ان ذلك يعد اولوية بالنسبة للولايات المتحدة ذكرت مصادر محلية الاحد ان ميليشيات الحوث والصالح اعدمت اكثر من عشرين من عناصرها لهروبهم من المواقع التي جرى تطهيرها في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسط اليمن الشهر الماضي واشرت المصادر الى ان من بين الاشخاص الذين جرى قتلهم الشيخ محمد البرد احد مشيخ خولان مسور اندلعت اشتباكات مجددا في شوارع هامبورغ الالمانية صباح الاحد بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين حسب ما اعلنت الشرطة على تويتر مشيرة الى ان المتظاهرين اقدموا على حرق مركبات واشارت الشرطة الى انها نفذت اعتقالات جديدة متحدثة عن اصابات في صفوف عناصرها تواصل فرق الانقاذ عملياتها الاحد لاجلاء ناجين في مناطق نائية في اليابان بعد ثلاثة ايام من اجتياح فيضانات مدمرة جنوب البلاد اسفرت عن سقوط 18 قتيلا وصرح الناتق باسم الحكومة ان نحو 12 الف رجل انقاذ ما زالوا يعملون لمحاولة العثور على ناجين الى اللقاء اشتركوا في القناة